الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فهذه آخر جمعة في رمضان سأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين وأن يجعلنا من الفائزين الرابحين إنه خير المسؤولين وخير الماطين ألا فاعلموا إخوتي في الله بأن خير ما يختم به شهر رمضان توبة نصوح نفرح بها ربنا جل جلاله فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن ربنا سبحانه يفرح بتوبة عبده لله أفرح بتوبة أحدكم من إنسان أضل راحلته في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه فجلس تحت شجرة ينتظر الموت فغلبته عيناه ثم لما استيقظ إذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن ذنوبنا مهما بلغت كثرة مهما بلغت قبحا وفحشا فإن عفو الله أعظم ورحمته أوسع وقد خاطبنا جل جلاله جميعا بقوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كن أيها المسلم على يقين من أن ربنا جل جلاله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وهو سبحانه قد خاطبنا جميعا بقوله عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي عبدي لو أتيتني بقراب الأرض أي بملئها خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي الله جل جلاله يغفر الذنب الكثير ويعطي الأجر الكثير وهو سبحانه وتعالى قد كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش بأن رحمته قد سبقت غضبه أسأل الله أن يتوب علينا جميعا أيها المسلمون عباد الله اعلموا بأن إخواننا في بيت المقدس في أيامنا هذه يواجهون عدوا شرسا يريد أن يغير معالم الأرض يريد أن يغير تاريخها الحضاري والسياسي والثقافي ويفرض واقعا جديدا هؤلاء إخواننا المرابطون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس واجب علينا نصرتهم واجب علينا وجوبا شرعيا ليس تفضلا ولا تبرعا ولا تطوعا وإنما هو فرض على كل واحد منا فإن بيت المقدس مسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بيت المقدس يمثل ثلث مقدسات المسلمين وإن بيت المقدس هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال وإن بيت المقدس هو الذي صلى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما هؤلاء الصهاينة يريدون أن يتدخلوا في شؤون المسجد الأقصى وأن يفرضوا ما يريدون وأن يتحكموا في مداخله ومخارجه وقد حملهم على ذلك ودفعهم تواطؤ المنافقين من حكام العرب تواطؤهم معهم على هذا الباطل وعلى هذا المنكر حملهم على ذلك أن شعوب المسلمين قد شغلت بما هي فيه لكن انتفاضة أهل بيت المقدس في أيامنا هذه قد ألقت الرعب في قلوب عداء الله الصهاينة علموا بأن لله عز وجل رجالا وأن لمحمد صلى الله عليه وسلم خلفاء يدافعون عن مسراه ويذودون عن حياضه مصداقا لنبوته صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي رواه أبو يعلى في مسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة هذه الأرض أرض بيت المقدس أرض الشام أرض مباركة الحديث رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذا بعمود الكتاب قد احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فذهب به إلى بلاد الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتنة ببلاد الشام تلك الأرض المباركة بنص القرآن قال الله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أيها المسلمون عباد الله إن مطلوبا منا أن نذكر المسلمين بهذه القضية وأن نقرأ أسماعهم بالواجب عليهم نحوها وأن نكثر من الدعاء لإخواننا في بيت المقدس بأن يربط الله على قلوبهم إذا كان الصهاينة قد تداعوا لجعل يوم الاثنين الثامن والعشرين من رمضان يوما لاقتحام بيت المقدس فما ينبغي للمسلمين أن يتشاغلوا عن هذه القضية بقضية سواها ولا أن يغفلوا عن هذا الأمر العظيم بل واجب عليهم أن يدعموا إخوانهم وأن يعرفوا بهذه القضية وأن يكثروا من الدعاء لهم أسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم وأن يقوي شوكتهم وأن يجمع كلمتهم وأن يسدد رميتهم وأن ينصرهم على من عاداهم إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين توبوا إلى الله واستغفروا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله وكما ذكرت في الخطبة التي مضت بأن المنافقين من دعاة العلمانية من بني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا هم أكذب الناس حين يدعون أنهم مدافعون عن الحريات منافعون عن حقوق الإنسان الحريات التي يدافعون عنها إنما هي الحريات التي تطعن في ثوابت الدين وفي المسلمات اليقينية التي عقدت عليها قلوب المسلمين هذه الحريات التي يدافعون عنها متى ما ظهر رأي يخالفهم أو قول يكشف باطلهم ويعري زيفهم فإنهم يسلقونه بألسنة حداد من آخر ما كان في بلادنا في السودان مصادقة مجلس الوزراء المغتصب للسلطة المتسور عليها بليل الذي ما جاء عن طريق انتخابات ولا تفويض شعبي صادق مجلس الوزراء المزيف على اتفاقية سيداو بعدما امتنع السودان وقتا طويلا من المصادقة عليها نزولا على رأي أهل العلم علماء الإسلام رجالات مجمع الفقه الإسلامي صادق مجلس الوزراء على هذه الاتفاقية ثم بعد ذلك عملت الآلة الإعلامية الكذوب على تسويقها بين عامة الناس قام رجل غيور رجل مسلم له من اسمه نصيب يمتهن التمثيل تمثيل ممثل اسمه فضيل أو كما نقول بلساننا فضيل له من اسمه نصيب فهو ذو فضل في دينه في مروأته في وطنيته في أخلاقه في غيرته على الدين قام بمشهد تمثيلي في دقائق معدودة من أجل أن يعري هذه الاتفاقية ويشرح للناس في كلمات بسيطة وعبارات مهضومة ما تنطوي عليه من طوام معظام ماذا كانت النتيجة تسلط عليه أولئك الأدعياء أدعياء الحرية فينبزونه بالألقاب ويرمونه بما هم أهل له من الجهل والتصطيح والعمالة والارتزاق وغير ذلك مما اعتادوا أن يرموا به الناس كما قالت العرب رمتني بدائها وانسلت ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن هذا الأمر يبين لنا بجلاء أن كل واحد منا قادر على أن ينصر دين الله مثل ما نصر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بسيفه وحسان بن ثابت بشعره ومعاذ بن جبل بفقهه وعثمان بن عفان بماله وسعد بن معاذ بجاهه وأبو بكر الصديق برأيه وماله ويده ولسانه كل منا يستطيع أن ينصر دين الله عز وجل ما ينبغي لواحد أن يقول أنا ما لي في هذا الأمر نصيب بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم إخوتي في الله لا تنسوا أن تؤدوا زكاة فطركم قبل صلاة العيد أخرجوها عن أنفسكم وعن من تعولون من أزواج وعيال أخرجوها طيبة بذلك نفوسكم وأوصلوها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين طعمة لهم وطهرة لكم من اللغو والرفث كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وتعمدنا برحمتك ورضوانك واجعل مآلنا إلى جنانك اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة وأعنا على صيامه وقيامه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل ثوابنا من صيامنا وقيامنا أن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا اللهم أخرجنا من رمضان من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل إلى جنات عدن مآلنا اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك اللهم احرصنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا والغنى عن الناس اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما غبنا عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية بارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أرزاقنا وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا خير المسؤولين ويا خير المعطين يا خير الراحمين ويا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير المنزلين نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك بأن لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم أن تنصر إخواننا المرابطين في بيت المقدس اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم اربط على قلوبهم اللهم كلهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم أطعم جائعهم اللهم اكس عاريهم اللهم داوي جريحهم اللهم تقبل شهيدهم اللهم كلهم نصيرا ومؤيدا وظهيرا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة